القيم رحمه الله في هداية الحيارة قال ونقل عن أحد الخلفاء الراشدين أنه كان يقول في النصارى أهينوهم ولا تظلموهم شف أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبهوا إياها أحد من البشر فأمر بإهانتهم لأنهم أهل الإهانة حيث إنهم أهانوا الله جل وعلا بالشتم والسب حيث نسبوا له الولد والله جل وعلا عظم هذا الأمر في كتابه عظيما في مواضع كثيرة حيث إنهم وصفوه بما لا يليق به سبحانه وتعالى